بمناسبة نهضة بركان هذه المباراة الأخيرة كتنبارح أعتقد بين نهضة بركان والوداد المغربي في الدولي المغربي وفاز فيها نهضة بركان 3-2 وتقلق فيها النجم الجزائري الكبير المهاجم اللي وفق الكلام اللي وصل لنا بيتفاوض مع النادي الأهلي وآخر موسم له مع فريق نهضة بركان وفي صفقة انتقال حر أعتقد هو من توجو طبعا توجولي أعتقد أن الأهلي محتاج له بس أكيد لازم يمشي واحد من الأربعة الأجانب اللي عنده يقال أن اسمه لابا كوجو من توجو توجولي لعيب جامد أوي 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 يعني لازم يراقب بشدة في المباراة القادمة يوم الحد إن شاء الله من قبل مدافعي نادي الزمالك لأنه لعيب هداب وهو هداب هناك هداب الدوري ولاعب من طراز خاص جدا وزي ما قلت وفقا للمعلومات اللي جات لنا أن هناك مفاوضات قوية جدا مع النادي الأهلي دي العطاط من المباراة اللي انتهت بفوز نهضة بركان 3-2 3-2 وهو صاحب الهدف اللي هتشوفوه دلوقتي حالا ده هدف رائع جدا ولعيب كبير جدا ويعني حاجة فاخرة حاجة هو اللي قدامنا اللي على الشاشة هو الراجل ده اللي قدامنا ده على الشاشة لعيب قوي ولعيب مهم ولعيب هداف لعيب هداف وعنده 18 هدف في الدوري المغربي 18 هدف طيب